تسعين دقيقة وذيك هو اللي يخدم وذيك هو اللي يمشي الرئيس يزوره وذيك هو اللي ساير فيه المشاكل دونك بعد الزيارة هذية صار إيقاف الكتب العام الاتحاد الجهوي بالقسرين وسامي التاهري يؤكد أنه المكتب التنفيذي للاتحاد سيتحمل الدفاع عن قضية الكتب العام الاتحاد الجهوي بالقسرين في نفس الوقت بخاتيكمان في منضوع آخر يقع إقالة أو إنهاء مهام المديرة العامة للدوانة دونك فما إقالات بالجملة في مختلف إدارات في الدولة بش تتواصل الإقالات بش تتواصل حسن المعطيات العامة فما برشا إقالات المسؤولين في الفترة القادمة ممكن برشا زادة فما تحوير وزيري يشمل زوز أو ثلاثة وزارات وهذا هي أكبر دليل على زيارة رئيس الجمهورية مؤخرا لرئيس الحكومة وعبر فيها عن الغضب متاعه من أداء الحكومة لاحظنا هذا حتى في لقاؤه مع رئيس الحكومة بالقسبة هو رئيس الجمهورية ما قالش هدية منعرفش رئيس الحكومة كيفيش حولتها إلى هدية ما تفهمت هش الزيارة جيت في إيطال غضب على شنوة بالضبط على أداء بعض الوزراء وكتشوف حتى في البيان رئيس الجمهورية في تقرأة تفهم اللي رئيس الجمهورية غير راضي عن أداء الحكومة هدية وغير راضي عن أداء الكثير من المسؤولين وكتاب الدولة والمديرين العامين في الكثير من المؤسسات العمومية على هدية ممكن برشة بشي عجل ربما في فترة قادمة بتعديل بعض الحقاب الوزرية ممكن تشمل الوزارتين أو ثلاثة وزارات عبدالعزيز فهمة لي قولك شنو معناها هدية شنو نجموا نفسروا وقت اللي رئيس الجمهورية كل مرة يتغشش ولا يلقى ملف ما هوش مخدهم بالبيه يقيل المجيب وين تواصل الدولة وين المسؤولية وين أنك تعطي المسؤولية لإدارة الدولة كيفاش معناه هو الأكيد كما قال ويسام ونأكد الكلام بسام بسام حبيبي كلمه صحيح باعتبار أنه رئيس الجمهورية تحس أنه عنده عدم رضا كبير وغش كبير على الحكومة والدليل بخلاف الكلام اللي تكتب في صفحة رئيس الجمهورية أنه رئيس الجمهورية يقوم بالزيارات لقطاعات حساسة وحساسة جدا ولمؤسسات عمومية تعود بالنظر لبعض الوزارات في غياب للمسؤولين الأول وفي غياب للوزراء وينقض وكأنه بصدد وكأنه معارضة لمن هو في الحكم الجهاز التنفيذي كوزرات وكولات وغيره وهذا الدليل وانا قلت المرد فاتت هناك عند رئيس الجمهورية وكأنه هناك اغطاعة ما بينه وبين الإدارة بكل مكوناتها وكأنه هناك اعتبار أن الإدارة هي جسم وسيط وجب التدخل فيه من خلال هذه مسألة التعينات ومراجعة التعينات اللي قاعد ينتظر في النتائج المتاحة ويؤكد عليها في كل مرة هذا بالإضافة إلى حدم حتى التواصل مع الوزراء ما نشقع دي نشوفه في صفحة رئيس الجمهورية تواصل مباشر ويومي أو حتى أسبوعي مع العديد من الوزراء والوزرات المهمة واللي اليوم هي تمثل في قل على مستوى مطالب شعب التونسي والتحديات الكبيرة اللي موجودة وليطلب فيها رئيس الجمهورية هذاك علاش كلامك ينجم يكون أكيد أنه فما تغييرات رئيس الجمهورية قاعد يعين مديرة الدوانة عينها هو اليوم أكيد أنه إقالتها لعدم رضاء على الأدام تاحها علاش هناك العديد من الروايات وكذلك الوزراء وحن حتى لحظناها وقلناه هناك عديد من الوزراء تقول من غير وزراء والوزراء قاعدين يستنوا ما قاموا بحتى إصلاح ما قاموا بحتى مجهود ما يخرجوش حتى باش يعملوا زيارات ورئيس الجمهورية والوحيد اللي ولا يمشي حتى باش يتفقد معناها التنظيف بطحة وإلا أنه يمشي لتحريك ملفات فساد موجودة في مؤسسة عمومية ترجع بالنظر لوزارة معينة ولو أن وزارة الصناعة ما زالت كي وزارة الصناعة كي ما زالت كي تسميت يعني هناك العديد من نقاط الاستفهام وهناك العديد من التساؤلات حول علاقة رئيس الجمهورية بإدارته وبجهاز التنفيذ بس من التحوير اللي أشرت له سيشمل وزارات اللي تغير تقبل ولا وزارات سيادية وإلا أين وين أنت حسب ما طايت لعندك الغضب رئيس الجمهورية من أداء بعض الوزارات اللي ممكن يبدل للوزارة على رأسهم من ينجيش كون بظبت هو حسب المعطيات اللي عندي مش مش تشمل وزارات سيادة منما مش تشمل الوزارات اللي عندها اختصاص مالي واختصاص اجتماعي واقتصادي في الفترة القادمة لأنه رئيس الجمهورية يعتبر أنه السنة هذه هي سنت المنجزات الاقتصادية والاجتماعية هذا حسب المعطيات اللي عنها واليوم يحب ينشغل أكثر بشأن الاقتصادي والاجتماعي لأنه في سنة انتخابية ومعلوم جدا أنه رئيس الجمهورية يحب يحقق بعض المكتسبات للمحافظة على الخزان الانتخابي اللي يصوتونه اليوم يحب يقوم بعض الإجراءات العاجلة في مجال ربما بعض الأسعار يحب يقوم بإجراءات عاجلة في مجال إعادة المؤسسات العمومية خاصة للعمل هو لحظنا من خلال ربما زيارات هذية أنه اليوم الدولة في حالة عطالة تامة أو الرئيس في حملة انتخابية متواصلة كما يقول سوفيان هذا سوفيان يأكد فكرتك أنه الرئيس في حملة انتخابية متواصلة ولكن طوى النسق زيد متاع الحملة وهذا طبيعي لأنه في سنة انتخابية إذا ما تطلع الناش ليزيب طلع من طلعاتها لأنه حسب البيانة متاحها الخريني البلاغ أنه رأي دجاء الحملة الانتخابية الفترة الانتخابية متاع المحليات بش يزونا بها يحبوا يزونا بها الأفريل يحبوا يسكتوا البلاد لش هره أفريل تحديد موعد الانتخابات رأي مش من مهام الهيئة هو من مهام رئيس الجمهورية اللي عمل الدعوة لكل محط الانتخابات تحديد الانتخابات تقول أنا عندي انتخابات دورية مش تجي في الوقت الفلاني تصير متصير مش هي رأي تحديد الانتخابات من مهام لأن عندها الولاية التامة وشكليا رئيس الجمهورية يقوم بدعوة الناخبية كم يدعوش الناخبية هذا هذا يولي ضرب لصلاحية الهيئة ينجم ما يراهن هو عملها هي دورية الانتخابات سناني هو 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 عملها في السابق هيئة الانتخابات اقترحت تاريخ والرئيس أجل بأسبوع أسبوع ايه من المفروض هي مسئوليتها تقترح واجبها تقترح القانون ما يقول هذا المهم المهم بش نرجع للأساس أنه رئيس الجمهورية طبيعي جدا أنه ينحي مسئولين يعا كان هو بدو عينهم في في إطار التسير العادي للدولة والتداول على السلطة في إطار التسير فماش تداول هو على السلطة تداول على المهام سمعنا على المناج على المهام على المهام على المهام أيوا الطبيعي جدا الطبيعي أيضا أنه في إطار سنة انتخابية الريتم منتاع التغييرات منجم يتسرع هذا اللي مش طبيعي هو يبدأ مسئول كبير في السلطة كبير كما المدير العام لدي وين أنه يتنحي بستره نص في الرائد الرسمي لتعلم لأنه احتراما تعرف نعود نرجع أنت قريت وستر ونص أكيد علموها وقل مهامك إنت أما بعد فما أمر بعد الأسباب يزم يكشف على الأسباب إذا مهم يلزم يكشف الرجعك كيفاش كانت الدكتاتورية تتصرف برقيبة كان وقت اللي ينحي مسئول سامي يستدعيه ويشكره وشون قلق مسار شي داي لما أنا عندي صفحة رئيس الجمهوري علي أخي يا وقت موش تتعلمون هني وقع أنا مهامها فقط يا وردي نحكي لك في وقت دكتاتورية الخايبة كلي ما تشلعش كلي لكنا ضدها ما يش ما يش حيثة أنتي مع الدكتاتورية معناها مع دكتاتورية بورجية وقت كانوا يستدعوهم لأنه خدم البلاد يستدعيه ويشكره وبرك الله فيك عليه عملته أما في جه بش نبدله ثم يعني رئيس الحكومة مشاهلها لمكتب امتاعها ويسرها بطلوات مثلا هذه ديوانا ما يتابع وزيرة المالية وزيرة المالية هي تمشي لتنصيب سيد جديد ويتقى لكلام شنو الواش السياسة العامة لهذا القرار احنا احنا متاع تعامل متاع شعب رعية بفماش عليش تعرفوا بش نهزوكم وين نحن نحب بش نقودوكم بل حلينا شوي لما اخر 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 في علاقة جز ما بالرئيس وشنو يتقال في اي وقت يال فاصل ونرجع يال فاصل صغير يخص انهاء مهام المديرة العامة ل الديوانة قبلها صار نقاش لهنا سوفيان يقول لكم ماهيش طريقة هذي يقع اقالة بها المسؤولين يزم نفهم اي يزم نفهم عليش الديوانة هو من الاسلاك الخطيرة والحساسة جدا في تونس واحنا مثلا وزي المالية لا يمات نسمع فيها انها قاعدة تتقدم بدعوات للمصالح الجبائية انو يسهلوا ويعاونوا كيفاش لانتغرسيون لانتغرسيون يعاونوا لكناترية لا لا قالت يزم انسهلوا لهم عملية ادماجهم في المسار القانوني مش عول مرة نسمعها برشا وزي رحكيه على الموضوع بسيم الاسباب الحقيقية والعميقة لإقالة مدير العام للدوان اكيد انه غضب من رئيس الجمهورية حول اداء معين هو الامر اصدر عن وزيرة المالية في الرائد الرسم يعني تابع قرارات وزيرة المالية بتاع قرار الاقالة لكن يعني حسب المعطيات اللي تحصلنا عليها اظن انه الفشل في تطبيق المحظر الكتروني الديواني هو اللي عجل بإقالة العامة لديواني لانه اليوم مرشة ديوانية يتشكيوا من يعني عدم نجاعة المنظومة الالكترونية هذية يعني خلينا نقولها بكل صراحة يجيوا يسجلوا محظر الكناتري محظر الكتروني يقولوا له الريزو طايح الكناتري يبقى يستنى بالاربخ خمس ساعات وربما يقولوا له ارجع بعد نهارين او ثلاثة باش صحح في المحظر لانه الريزو طايح هذا من بعض الاسباب اللي ربما عجلت بايقالتها فما اسباب اخرى ربما عدم وجود علاقة جيدة مبين نجاة الجوادي وزيرة المالية هو كذلك احد اسباب الايقالة نجاة الجوادي هي محافظ شرطة يعني عندها سبغة امنية اكثر من كونها سبغة ادارية للامانة المرأة حاولت انها تطور في قطاع الديوانة وفي سلك الديوانة من خلال الكثير من البحوث والاعمال التقنية لكن انتهت مهامها ونتمنى وزادة كذلك وزارة المالية في الحقيقة تأكيد الكلام سوفيان انها تهبت بيان على الاقل تعطي فيه لمحة او الملامح لأسباب الايقالة هذه سوفيان بش نرجو الى موضوع التحقيق اللي تفتح في الكتب عام اتحاد الشغل في اللا قسري فما تصعيد كبير جدا اليوم ما بين السلطة اللي هي اقالت وابارمون فما قررت اخرى بشقع اتخاذهم في علاقة بالحق النقابي ولكن ايضا في موضوع اليوم دور الاتحاد سيمي التاهري مشير قسرين ويعبر صراحة على انه الاتحاد ما هوش بش يسلم في المعرق وفي الدفاع الحق النقابي ويعتبر زيدا انه عملية اقالة سبكتاكولاغ صارت بطريقة استعرضية هو من ناحية تاريخية كرونولوجيك او كيف صارت الموضوع كيف تتطور المكتب التنفيذي للاتحاد خرج بلا دعا فيه لتجمع عمالي العمال الوظيفة العمومية بالقصبة للمطالبة بتنفيذ كل الاتفاقيات ثم بعد رئيس الجمهورية مشى للقصرين وحكى على تدليس شهادات ثم بعد يتم توقيف الكتب العام الاتحاد الجهوي بالقصرين توقيف بطريقة غريبة لانه فكوها من الشارع مجموع المعنيها ظهور في المبعد انه اللي اعتقلوه هي فرقة جيت من تونس اللي بعثوا في العوينة وكذا ثم توجيه لتهمة تدليس شهادات بعد تصير اجتماع للمكتب التنفيذي الجهوي الموسع للقصرين اللي يحضروا فيه ثلاثة من المكتب يشرفوا عليه ثلاثة من المكتب التنفيذي الوطني منهم سامي طهري والمكتب التنفيذي هذا يبقى مفتوح شي يقول سامي طهري يقول انه القضية موجهة ضد الاتحاد وانه هذا رأوا تصعيد ضد الاتحاد هذا توا المعطيات موضوعيا موضوعيا الاتحاد اللي عنده ثمانية وثلاثين الف منخرات النجم يكون في وسطه الناس يقوموا بأعمال غير قانونية بما فيها تدليس مايش حاجة الوهم وكل شخص يخرج عن إطار القانون يتحمل مسؤوليته هذا متفقين فيه لكن التزامن مع زيارة رئيس الجمهورية هو اللي فيه اشكال عليش انطلاق العملية بزيارة رئيس الجمهورية ثم انو ذايا ماهوش وحده ماهوش سدير ماهوش ملف وحيد مافهمت معناها لو كان الملف وقع عيثار ومنغير زيارة رئيس الجمهورية كان يكون يكون وحده في نفس الجمهورية في نفس الليامات موضوع التخلي على كيفاش هو يقولوله التفرغ النقابي وفما زياد ايقاف مدير مصلحة في نفس المصنع اشياء دمدالفة واشباد المخبر تتالت الملف ضد الاتحاد انا انا اللي نعرف من غادي المعروفة شريكة فيها ملاتية تقيلة جدا شرق اليوم سوفيان تربط زيارة رئيس الجمهورية باستهداف الاتحاد انا اقول هذي مسألة مبالغ فيها رئيس الجمهورية زار العديد من المؤسسات العمومية منهم وكان منتظر انه يمشي للمعمل السلولوز كان منتظر وما ينزم حتى حد ينكر بانه هذا المعمل كما العديد من المؤسسات الاخرى ينخر والفساد والرئيس مشاب بملفات ومشاب بمعطيات ومحكيش كان على سيدة ذاي حكى على رئيس مصلحة اخر وحكى على واحد هارب لانوح وفلوس وحكى على واحد مبدل بلايك متاع الشركة وتمت اقالة المدير العام يعني هو ملف كامل والمدير العام اللي كان موجود كان لربما مرقد الدوسيات هذي الكل وساكت ولابد وكذا كمشى رئيس الجمهورية بطبيعة الحال النيابة العومية تتحرك واحنا هذي يجب ننثمنه ويجب ننقوله با انه يكون موجود طرف لربما هو الان محل بحث اللي هو الكاتب العام الجهوي للقسرين ومن حق الاتحاد انه يدافع على المسؤولين المتاعه وعلى منظوريه هذي مهم جدا ولكن هذا يبقى الان في اطار البحث الرجل مش يبحثوا معه مش يشوفوا هل انه هتهم هذي الموجهة ليه هي تهم ثابتة ومؤكدة وتدين لا اذا كان لا تروح على روحه وصارت خياغص وروح المجل معنطوهم الكياس شوفوا فكوهش معنطوهم ما فانتش أنا واحد فكوهم الكياس صيف فكوهم الكياس لا لا ما وقفوهش خطفوهم الكياس هبتوا بيه لتول شفتم هو باش نكامل في نفس السياق طريقة اللقاف هي اللي مسايا لانه القانون شي يقول لك تبعث له استدعاء اول ثم استدعاء ثاني لو ما يجيش عندك 72 ساعة منحقق انك توقفوا لكن انا حبيت نقول اللي رأى رئيس الجمهورية قاعدة توصله الدوسيات اول با اول وقاعد يختار في الملفات وكل زيارة يؤديها يكون عنده ملف ويكون عنده القرار جاهز يعني رأى القرارات يتم اتخاذها قبل زيارة رئيس الجمهورية مش ما بعد يعني مش قرارات متابعة او سوي فيه كما يقولوا وانما رئيس جمهورية يختار في الدوسيات يمشي الدوسية ذاك يؤدي به زيارة باش يظهر وكأنه الزيارة ذاك هي اللي جراء على اثرها الايقالة مهم جدا انه يتم فتح بلف الشهاد المدلسة ومهم جدا كذلك انه اتحاد الشغل في الحقيقة يحاول ما يدفعش على الاشخاص اللي متورطين في شهاد المدلسة اللي اغرقوا الادارة التونسية اللي يستبد بيها اليوم الفساد ويشدها الي حد العناق شكرا لكم شكرا باسم شكرا سوفيان ملتقنا الغدوة في تسعين دقيقة باي باي نسكن